خلينا أقول لكم أن من أكتر الصفات اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمهننا عشان يقدر يقول رحمة للعالمين يوسع قلوب الناس كانت صفة عجيبة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل صفات حضرة النبي عجيبة بس الصفة دي مهمة أوي عشان تعلمنا أن الصفة دي مركزية في العلاقات أن رسول الله كان سريع الفيء يعني إيه صلى الله عليه وسلم ولذلك تلاقي رسول الله ما كانش عنده للم ولا اعتبل كتير من الناس ما بيعتبش حضرة النبي ما بيلومش حضرة النبي وما بيشتكيش متشوفش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي من حد من الناس طب المهارة دي بما أنها عزيزة أوي بتخلينا مشين على سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنت ما تلاقوش مرة بعد مرة قال للسيدة عائشة قال لها كلام بيفكرها بيلوم على حاجة حصل للزمان ما حصلش ليه؟ عشان حضرة النبي بيعلمنا مهارة التصافي الزواجي طب نعمل ايه عشان نبقى ماشيين على السنة دي وعلى المهارة دي الروعة اول حاجة نبتعد عن هرم النكة دي الزواجي ايه هرم النكة دي الزواجي ما تقولش ان انت اول مرة تسمعوا مني لا هرم النكة دي الزواجي دي احنا تتكلمنا علينا قبل كده اللي هو ايه اللوم الشكوى الانتقاد فكتير من المشاكل الزوجية بترجع اصلها لواحد من ثلاثة دولة او لاثنين من ثلاثة دولة او التلاتة طب ايه اللي بيخلينا مش عارفين نبطل هرم النكة دي الزواجي الثلاثة دولة اللوم والشكوى والانتقاد عشان عندنا ظن ان احنا ان حقها يضيع لو ما طلبتش بيه عن طريق الثلاثة دولة انا لازم اضغط لازم اضغط عشان اخد حقي لازم اضغط بقلوم لازم انتقد لازم اشتكي وعندنا قانون زي ما بنعمله في الشغل بنعمله في البيت يقول لك يعلمه الناس في الادارة ساعات كده حركات في الادارة من الحاجات الشعبية اللي حقيقة بتبوزة يقول لك ايه الام لا ترضى الا الطفل الذي يبكي كل ما تضغط وتشتكي كل ما تقدر تحصل على مطالبك فيه ناس بتاخد واخد القاعدة دي وتحطها في البيت فالثلاث حاجات تقول اللي هو اللوم والشكوى والانتقاد يفسدوا اي ايه يفسدوا اي تصوفي فلازم اعبر عن اني متدايق من المواقف دي باني قلوم عشان اخد حقي او انتقد واشتكي شريك حياتي بس ده على فكرة بيخلي شريك الحياة يفقد التفاهم معك وده حاجة من الصحية فالتفاهم اللي بيخلينا مش دول اللي بيخلينا العلاقة تستمر ولا تبقى حسن لكن التفاهم التفاهم بيخلينا نقدر ندير العلاقة ويخلينا نفتكر الشعر اللي بيقول واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فما يصحش نوقف عند الزنب الواحد وننسى كل المحاسن دي اللي موجودة في شريك حياتنا اه كويس قوي يبقى بطلنا لوم بطلنا شكوى بطلنا انتقاد ننتقل بعد كده نعمل ايه نبادر لما يحصل حاجة نبادر للصلحة وتقليل مدة الخصاب لان من اشد الاشياء تأثيرا على التصافي الزواجي هو ان احنا نسيب بعض ونسيب الخلافات تاكل فينا وتبقى الخلافات موجودة بدون حلول فالخلاف يكبر ويتشعب ويروح لمجالات كتيرة في بينا فلو الخلاف مثلا اقتصادي وما تحلش فلاقيه بيوصل لتربية الاولاد والعلاقة بالاهل وغيرها من المجالات لان الزوجين هيكونوا في حالة احتقان بسبب الخلاف فايه؟ فهيربطوا كل شيء ببعض والخلاف على الامور الاقتصادية يعتبر من اهم واكبر عوامل الخلاف لذلك احنا بننصح دايماً الزوجين بالبعد عن التبذير والاسراف لان ده بيخلي شرك حياتك حاسس انك مش حاسس بيه ومش مقدر تعبه في شغله عشان يسرف على البيت ويخلي البيت ويكف في البيت فانت ببساطة بتضيع الفلوس على كلام فاضي على حد تعبير مين الزوج المتضرر من الاسراف والتبذير وبعض الناس بتلجأ للايه؟ للتسوق عشان يعوضوا بعض الزوج مثلاً كنوع من انواع تعديل المزاج بس ده ممكن يتحول لنوع من انواع الادمان ويصبح اضطراب نفسي اسمه هوس الشراء فلابد ان احنا نكون حذرين في طريقتنا وتعاملنا مع مسألة الشراء وما نشتريش الا الاشياء اللي بنحتاجها وبتعود علينا بنفع حقيقي على بيتنا ونزالك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مسألة الخلاف دي قاعدة مهمة سيدنا انس بيحكينا ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله ولا يحل المسلمين ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام فاخو الاسلام هنا فاخوك في الاسلام بيشمل بقى زوجتك واولادك وكل من معك فبيشمل الناس كلها فتتعامل معهم واول حد لازم تعرف انه ما ينفعش تتباغض معه ما ينفعش تهجره هو شريك حياتك فلازم ناخد بالنا وما نهجرش احبابنا وما نخصمهمش بالايام فالايام دي لو قضيتاه في اخصام هترسمه لبعض صورة الوحش القاسي اللي مش فارق معه زعل حبيبه اتحضت النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الفيء زي ما قلت لكم ونزلك في بيوت كتيرة جدا 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 اتهددت وبقت فيه خبر كان بسبب ايه بسبب ان امه هو قال والله هنا اسبها لغاية ما تصفى لا ما تسباش لغاية ما تصفى افضل والله وراها لغاية ما تصف فيها هو ده اصول التصفي كده